تبدل الدولة جهودا حثيثة في مجال تطور تكنولوجي والتحول الرقمي وذلك في قطاع الزراعة كما عمدت الدولة لاستخدام الدكاء الاصطناعي لإحداث طفرة في مجال الزراعة في إطار توجيهات الدولة للتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي خصوصا في قطاع الزراعة ودعم الفلاح بالتعاون بين وزارتي الزراعة والاتصالات شهدت الفترة الماضية العديد من الإجراءات والخطوات منها ميكانة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح وتطوير البوابة المعلوماتية لوزارة الزراعة وإطلاق خدمات الوزارة على منصة مصر الرقمية فضلا عن حصر وإدارة أملاك وأصول وزارة الزراعة وميكانة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فمشروع المساعد الذكي للفلاح هدهد كان أحد ثمار تلك الإجراءات التي تم اتخاذها فقد شهد المشروع تطورا ملحوظا بهدف توفير محتوى رقمي حول العديد من الموضوعات التي تهم المزارعين وتمكنهم من الحصول على الإرشادات المناسبة للمشكلات التي يواجهونها بشكل مباشر أيضا مشروع التركيب المحصولي كان نموذجا واضحا لهذا التوجه حيث يتم من خلاله استخدام الذكاء الاصطناعي والاعتماد على صور الأقمار الصناعية بما يساعد على التعرف على حدود الأراضي الزراعية والتركيب المحصولي والتنبؤ بالكميات المحصولية والآفات الزراعية ليتم البدء بتنفيذ المشروع على ستة محاصيل رائسية صيفية وشتوية في خمس محافظات وزارة الاتصالات من جانبها أكدت على عمق التعاون في هذا المجال معتبرة أن قطاع الزراعة من أهم القطاعات الإنتاجية بالدولة وكاشفة عن وجود العديد من مشروعات التعاون المشترك التي يتم تنفيذها بهدف تحقيق التحول الرقمي بوزارة الزراعة واستخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير الخدمات الزراعية والتوسع في إتاحتها رقميا تصريحات أكدت عليها وزارة الزراعة بإبداي رغبتها التوسع في الخدمات الرقمية التي يتم تقدمها للمزارعين للتيسير عليهم فضلا عن زيادة حزمة الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة للمزارعين والمستثمرين عبر منصة مصر الرقمية وإضافة خدمات جديدة ليتوجد تعاون بين الزراعة والاتصالات بتنفيذ ودراسة تنفيذ العديد من المشروعات بهدف تحقيق العائد الاقتصادي الأمثل والدخول إلى الجمهورية الجديدة بحزمة مشروعات تواكب التقدم التكنولوجي الراغن واللحاق بركب الدول المتقدمة ترجمة نانسي قنقر